في كل برامجي المهمة وفي كل أبحاثي التي تتناول أكثر الموضوعات تحقيداً إنني دائماً أطرح الموضوعات الشائكة لا أميل إلى طرح الموضوعات المستسهلة عندي رغبة جامحة في مواجهة التحديات لقد تعلمتها من عاشراء عاشراء تعلمنا أن نواجه التحديات تعلمتها من حسين تعلمتها حرية واستقلالاً في العقل والفكر والبحث والتحقيق لذا دائماً أفتح الملفات التي يخاف منها الآخرون وأضع الحقائق التي يخشى الآخرون أن يسترق النظر إليها وأنا أمزقها تمزيقاً وأفترسها افتراساً على الشاشة ببث مباشر بين أيديكم لا أبالي بما يقول القائلون لقد تعلمتها من عاشراء تعلمتها من حسين هذه دروس حسين في عاشراء هذه دروس الحرية دروس الاستقلال ودروس العقل الذي أحترمه وأطالبكم أن تحترموا عقولكم وأن ترفضوا الديخية بكل أشكالها إذن نحن والمفيد رضوان الله تعالى عليه المفيد هو أفضل الأسماء في القائمة التي حدثتكم عنها القائمة التي اجتملت على الحسني ابن أبي عقيل العماني الحذاء والتي اجتملت على محمد ابن أحمد ابن الجنيد الإسكافي البغدادي والتي اجتملت أيضاً على المرتضى الذي لقبه العباسيون بعلم الهدى إنه الشريف المرتضى الذي يعرف بهذا الاسم وكذلك الطوسي وهناك أسماء أخرى لا أريد أن أشير إليها لأنني سأكون مضطراً إلى تعريفها والحديث عنها وهذا ما لا أريد أن أقوم به على الأقل الآن لأن الوقت يجري سريعاً وهناك الكثير من المطالب أحاول أن ألملمها في هذه الحلقة كي أتناول الطوسية في حلقة يوم غد كي أطعمه من لحم ثورة دققوا معي إذا خيرهم هذا الشكل يحتي الصقاط مالتهم شي يقول الكتاب الذي بين يدي هو الكتاب الذي عنوانه تصحيح الاعتقاد هذا كتاب معروف ومسلم للمفيد وليس هناك من يشكك فيه كتاب معروف للمفيد عنوانه تصحيح الاعتقاد ربما يعنون في بعض النسخ بعقائد الشيعة باعتبار أن مرجعهم الأعلى هو الذي كتب لهم عقائدهم فيسمى الكتاب أيضاً بعقائد الشيعة المفيد هنا في هذا الكتاب يناقش أستاذه الصدوق الصدوق من أساتذة المفيد يرد على كتاب الاعتقادات للصدوق الصدوق عنده كتاب عنوانه الاعتقادات وقد يقال عنه أيضاً اعتقادات الشيعة عقائد الشيعة كتاب الاعتقادات معروف اعتقادات الصدوق وبالمناسبة اعتقادات الصدوق فيها خلل لكنها أفضل من اعتقادات المفيد المفيد يشكل على معتقدات الصدوق ويحاول أن يصححها للشيعة ومن هنا سمى كتابه بتصحيح الاعتقاد إنه يصحح عقائد الصدوق لا شأن لنا بالصدوق وعقائده جئتكم بالمفيد مثالاً ولا أريد أن أسب كثيراً في الحديث عن المفيد إنه مثال كي تعرفوا أن الأفضل هو هذا حاله فما بالكم بالأسوأ إنني أخصد أطوسي هذا الفصل عنوانه في العصمة بحسب الطبعة التي عندي مجلد يشتمل على كتابين من كتب المفيد أوائل المقالات وهو كتاب في المعتقدات أيضاً أوائل المقالات وهذا الكتاب تصحيح الاعتقاد وهذه النسخة مع مقدمة وتعليق من السيد هبة الدين الشهر الثاني صفحة ميتين وستة وثلاثين وكذلك في الصفحة التي بعدها أكذا يقول المفيد والأنبياء والأئمة من بعدهم معصومون في حال نبوتهم وإمامتهم دققوا النظر في حال نبوتهم وإمامتهم يعني أن الأنبياء قبل البعثة حالهم يختلف عن حالهم بعد البعثة وأن الأئمة قبل إمامتهم الفعلية حالهم يختلف عن حالهم في إمامتهم الفعلية يعني أن حال أمير المؤمنين قبل استشهاد رسول الله يختلف عن حاله بعد استشهاد رسول الله وهكذا والأنبياء والأئمة من بعدهم معصومون في حال نبوتهم وإمامتهم من الكبائر كلها والصغائر هم معصومون من الكبائر والصغائر في حال نبوتهم وإمامتهم والعقل نحن نأخذ معرفتنا من العقل يا أيها المفيد من أراد الله بدأ بكم هل قرأت الزيارة الجامعة يا حبيبي يا أيها المفيد من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم والعقل يجوز عليهم ترك مندوب إليه على غير التعمد للتقصير والعصيان ولا يجوز عليهم ترك مفترض مفترض إما هو واجب وإما هو محرم من الكبائر أو من الصغائر لأن نبينا والأئمة من بعده كانوا سالمين من ترك المندوب من ترك المندوب والمفترض قبل حال إمامتهم وبعدها نستمر في الكلام هذه مقدمة بداية الكلام الخطير سيأتينا الآن فأما الوصف لهم بالكمال في كل أحواله دقق النظر في هذا التعبير هذه عقيدة المفيد وهي التي كتبها للشيعة والشيعة الذين اتبعوا كانوا يعتقدون بهذه العقيدة فهذا الكتاب هو كتاب عقائد الشيعة وبالمناسبة هو يصحح عقائد الصدوق يعني أن المفيدة مطمئن جدا ومصدق بما يقول فأما الوصف لهم بالكمال لمن لمحمدين والأئمة من بعده صلوات الله عليه فأما الوصف لهم بالكمال في كل أحوالهم فإن المقطوع به فإن المقطوع به كمالهم في جميع أحوالهم التي كانوا فيها حججا لله تعالى على خلقه يعني قبل البعثة نبينا لم يكن كاملا في كل أحواله وهكذا الحال مع أئمتنا لم يكونوا كاملين في كل أحوالهم قبل إمامتهم الفعلية فأمير المؤمنين زمان رسول الله لم يكن كاملا في كل أحواله وإنما صار كاملا في كل أحواله بعد استشهاد رسول الله وابتداء إمامته الفعلية وهذا الحال ينطبق على كل أئمتنا فأما الوصف لهم بالكمال في كل أحواله فإن المقطوع به كمالهم في جميع أحواله التي كانوا فيها حججا لله تعالى على خلقه فاطمة ما حالها فاطمة بحسب عقيدة المفيد وعقيدة علماء الشيعة لا هي بنبي ولا هي بإمام فما هي بحجته فهذا يعني بحسب هذه القاعدة ليست كاملة في أحوالها على طول خطها في حياتها هذا هو الذي يقتضيه هذا الكلام ولم يستثني فاطمة في أن يقول من أنها لو لم تكن نبيا ولو لم تكن إماما لكنها حجة لم يستثني هذا الأمر المنطق يقول من أننا نطبق القاعدة هذه على فاطمة فستكون حينئذ ليست كاملة في كل أحوالها منذ بداية ولادتها وإلى يوم استشهادها صلوات الله عليها فأما الوصف لهم بالكمال في كل أحوالهم فإن المقطوع به كمالهم في جميع أحوالهم التي كانوا فيها حججا لله تعالى على خلقه وقد جاء الخبر بأن رسول الله والأئمة من ذريته كانوا حججا لله تعالى منذ أكمل عقولهم يعني أن عقولهم لم تكن كاملتان من البداية ولكن متى ما كملت عقولهم فإنهم سيكونون حججا من الله على الخلائق وحينئذ ستكتمل أحوالهم وقد جاء الخبر بأن رسول الله والأئمة من ذريته كانوا حججا لله تعالى منذ أكمل عقولهم إلى أن قبضهم ولم يكن لهم قبل أحوال التكليف أحوال نقص وجهل فإنهم يجرون مجرى عيسى ويحيا في حصول الكمال لهم مع صغر السن وقبل بلوغ الحلم وهذا أمر تجوزه العقول ولا تنكره وليس إلى تكذيب الأخبار سبيل والوج الخلاصة الخلاصة من كل ما تقدم فهو تحدث بمنطق الأخبار وتحدث بمنطق العقل منذ الكلام الذي قرأته عليكم في صفحة 236 حينما قال والأنبياء والأئمة من بعدهم إلى أن قال وليس إلى تكذيب الأخبار سبيل تحدث عن المعقول والمنقول كما يقولون في مصطلحاتهم الآن يعطينا النتيجة والوج الوج يعني الرأي الوجيه يعني الخلاصة والوج أن نقطع على كمالهم عليهم السلام في العلم والعصمة في أحوال النبوة والإمامة والإمامة ونتوقف فيما قبل ذلك هذه عقيدة المفيد أقرأ عليكم خلاصة كلامه بعد أن تخبط فيما يسمى بمعقول القول ومنقوله كلامه كلامه الأول تخبط من بدايته إلى آخره لكنني لست بصدد مناقشة كلامه وإنما بصدد عرضه فقط كي تعرفوا أن أفضل مراجعنا هذا هو حالهم إلا إذا كنتم تريدون أن تعتقدوا بهذه المعتقدات الضالة التي تخالف منطق آية التطهير التي تخالف منطق القرآن من أوله إلى آخره والتي تتعارض تعارضا كاملا مع منطق القول البليغ الكامل أتحدثوا عن الزيارة الجامعة الكبيرة لهذا السبب حرفوها حرفوها لأنهم لا يقبلون مضامينها حرفوها أسقطوا منها الكثير من العبائر ورجعوا إلى المتبقي فحرفوه فحرفوه وحدثتكم عن هذا الموضوع وعن تحريف الزيارة الجامعة الكبيرة حدثتكم عن هذا الموضوع يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقات المختصة بتحريف الزيارة الجامعة الكبيرة كي تطلعوا على الذي جرى علينا من الويلات من هؤلاء المراجع والعلماء والوجه والوجه أن نقطع على كماله عليهم السلام في العلم والعصمة يا أيها المفيد يا عيوني يا حبيبي أنت قرأت الزيارة الجامعة أو ما قرأتها ما هي موجودة في كتاب أستاذك الصدوق في كتابه الفقيه وفي كتابه الآخر العيون لقد رواها أستاذك الصدوق في كتابه الفقيه وفي كتابه العيون يا أيها المفيد أما قرأت في الزيارة الجامعة الكبيرة السلام عليكم يا أهل بيت النبوة هل هذه نبوة ناقصة أم كاملة إنها نبوة كاملة لأنه سيد الأنبياء فإذا كانت النبوة كاملة هنا فحينما نقول وموضع الرسالة يعني أن الرسالة كاملة أيضا وحينما نقول ومختلف الملائكة يعني أن جميع الملائكة يختلفون إليهم من كبارهم إلى صغارهم ومختلف الملائكة ومهبط الوحي يعني أن الوحي في أعلى درجاته يكون لهم ومعدن الرحمة فلا يوجد شيء من الرحمة ليس متوفرا في هذا المعدن وخزان العلم يعني أن العلم كله مخزون لديهم فما هذا الهراء يا شيخنا المفيد والوجه أن نقطع على كمانهم عليهم السلام في العلم والعصمة في أحوال النبوة والإمامة ونتوقف فيما قبل ذلك جناب الأغا محتاط الآن وراجع النجف كذلك المرجع متوقف على أساس وعلامة يعني وفهامه وجناب الأغا محتاط والله هذا التوقف مثلما يقف الحمار الحرون ويقولون المطيح رين يوقف الحمار الحرون مثلما يتوقف الحمار الحرون توقف المرجع هذا أو ذاك توقف كتوقف الحمار الحرون وجناب الأغى متوقف ونتوقف فيما قبل ذلك هذا يعد في الحوزة من التحقيق محقق الأغى مدقق جاء بالسبع من ذي له ونتوقف فيما قبل ذلك وهل كانت أحوال نبوة وإمامة أم لا ونقطع على أن العصمة لازمة منذ أكمل الله تعالى عقولهم يعني أن عقولهم في البداية كانت ناقصة فما كانوا معصومين وإنما العصمة تكون مع كمال عقولهم هذه عقيدة المفيدة هذا هو كتابه تصحيح الاعتقاد الزبدة التي يعتقدها هي هذه والوجه أن نقطع على كماله عليهم السلام في العلم والعصمة في أحوال النبوة والإمامة ونتوقف فيما قبل ذلك وهل كانت أحوال نبوة وإمامة أم لا كنت نبياً وآدم بين الماء والطين وهل كانت أحوال نبوة وإمامة أم لا ونقطع هذا قطع شيطاني ونقطع على أن العصمة لازمة لمحمد وآل محمد منذ أكمل الله تعالى عقولهم إلى أن قبضهم يعني أن عقولهم في بداية الأمر كانت ناقصة وحينئذ فليس لهم من عصمة وأحوالهم ليست كاملة وعلمهم علم ناقص ماذا أقول للمفيد هذا وأنا أقرأ في الزيارة الجامعة الجامعة الكبيرة وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة منذ البداية إلى النهاية طابت وطهرت بعضها من بعض ليس لها تكامل هي التي تمنح الكمال والتكامل للأشياء وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة طابت وطهرت بعضها من بعض خلقكم الله أنوارا هذه الأنوار لم تكن فيها من ظلمة ليس فيها من ناقص خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم ذواتهم كاملة منذ البداية إلى أن من الله بهم علينا اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله هؤلاء هم أجمل الجمال أجل الجلال أكمل الكمال أنا أحدثكم عن المفيد لأنه الخير فيه بالله عنكم هذا حشي الخير حشي الصقط شلون يصير ما تقولوا اللي شلون يصير هذا حشي الخير هذا اللي مدح الإمام قطعا هو تراجع عن هذا ولكن متى في آخر أيام حياته وما استطاع أن يزيل هذا الضلال هذا الضلال الآن يدرس في الحوزات هذا الضلال الآن مبثوث في المكتبة الشعية وإن كانت صفحة المفيد طويت مشكلتنا ليست من المفيد ومع المفيد مشكلتنا مع الطوسي المشؤوم سأتناوله أنع الوالد سأتناوله لقد ضلل المنع الوالدين هذا ضلل أجدادنا وآباءنا ضلل الأجيال الشعية السابقة ولا زال ضلاله إلى هذه اللحظة كل الضلال الذي ترتكس فيه الشيعة الآن وهم يتصورون أنهم على هدى كل الضلال جاءنا من الطوسي المشؤوم بل عليكم هذا الخير تعتقدون بهذه العقيدة تقبلونها هذا أفضل ما كتبه المفيد وَأَقْرَأْ مما أجاب به على سؤال وجه إليه أَقْرَأْ عليكم من الجزء الثاني والأربعين من بحار الأنوار للمجلس وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان هناك كتاب للمفيد معروف المسائل العكبرية نسبة إلى المنطقة التي وردت منها المسائل العكبرية عكبرة وبالمناسبة هو أصله من هذه المنطقة المفيد أصله من منطقة عكبرة عكبرة تقع شمال بغداد عكبرة المناطق التي تحيط بمدينة تكريت هذه عكبرة ما بين تكريت ومدينة الدجيل الدجيل مدينة قديمة الدجيل ما بين تكريت والدجيل في زماننا الدجيل هذه المناطق التي تسمى بمنطقة أو مناطق الدجيل كانت تسمى بمناطق الدجيل عكبرة في هذه المناطق من هنا قلت لكم من أن المفيدة نشأ في بيئة ناصبية على أي حال هذه البيئة ناصبية منذ زمن بعيد وحينما مرت السبايا في هذه المناطق أهالي هذه المناطق آذوا السبايا كثيرا آذوا العائلة الحسينية كثيرا والقوم أبناء القوم الحكاية هي الحكاية الحكاية هي الحكاية بس غير تجيب لك واحد يفتهم وتحشو غير تجيب لك آدمي جيب لك فدمطي مثلا على الأقل مطي شوية يفتهم وتحشو يا جماعة حسر علينا حسر علينا ريدنا فدمطي مطي نحشو عمي بطلنا ما ريد آدمي نحشو في الصفحة السابعة والخمسين بعد المائتين هذا سؤال يوجه للمفيد وهو موجود موجود في مسائله العكبرية السائل يقول الإمام عندنا السائل يبدو من عامة الشيعة لأن عامة الشيعة يتوقعون أن مراجعهم يحملون نفس عقائدهم عقائد عوام الشيعة أفضل بكثير من عقائد مراجع الشيعة الحكاية هي الحكاية هذا أحد عوام الشيعة هكذا يكتب للمفيد انتبهوا إلى عقيدته عقيدته صحيحة بعد ذلك لما يجاوب المفيد يبدو يخربط المفيد يخربط يسرفت رضوان الله تعالى عليه السائل هكذا يسأل الإمام عندنا يعني عند الشيعة مجمع على أنه يعلم ما يكون هذا يتصور أن الشيعة بعلمائها قد أجمعت على أن الإمام يعلم ما يكون سنقرأ جواب المفيد لكننا نقرأ السؤال لأنه يعكس لنا عقيدة عوام الشيعة الإمام الإمام عندنا مجمع على أنه يعلم ما يكون فما بال أمير المؤمنين خرج إلى المسجد وهو يعلم أنه مقتول وقد عرف قاتله والوقت والزمان وما بال الحسين بن علي سار إلى الكوفة وقد علم أنهم يخذلونه ولا ينصرونه وأنه مقتول في سفرته تيك تيك يعني تلك في سفرته تيك ولما لما حصروا وعرف أن الماء قد منع من وأنه إن حفر أذرعا قريبة نبع الماء باعتبار أنه قد خيم في مكان قريب من النهر فهذه الأراضي التي تكون قريبة من النهر تكون فيها مياه جوفية ولما لما حصروا وعرف أن الماء قد منع منه وأنه إن حفر أذرعا قريبة نبع الماء ولم يحفر وأعان على نفسه حتى تلف عطشا والحسن وما بال الحسن والحسن وادع معاوية وهادنه وهو يعلم أنه ينكث ولا يفي ويقتل شيعة أبيه هذا سؤال السائل في البداية بيّن من أن الشيعة تجمع على أن الإمام يعلم ما يكون وطرح الإشكالات هذه الإشكالات يثيرها المخالفون على عقيدة الشيعة من أنكم تقولون من أن الإمام يعلم بما يكون النصوص واضحة عندنا الإمام عالم بما كان وما يكون وما هو كائن ماذا أجاب المفيد وأما الجواب عن قوله إن الإمام يعلم ما يكون ماذا يقول المفيد فإجماعنا إجماع من عوام الشيعة أم المراجع إجماع المراجع فإجماعنا أن الأمر على خلاف ما قال يعني أن الإمام لا يعلم ما يكون وأما الجواب عن قوله إن الإمام يعلم ما يكون فإجماعنا أن الأمر على خلاف ما قال وما أجمعت الشيعة على هذا القول قطعا يتحدث هنا عن مراجع الشيعة ومراجع الشيعة اليوم في النجف على هذا المعتقد لا يعتقدون بأن الإمام يعلم بكل ما يكون مراجع النجف الآن على هذا القول لأن هذا هو الذي درسوا وهو الموجود في كتبهم الموجود في أحاديث أهل البيت التي لا يدرسونها ولا يعتقدون بها ولا يحفظونها خلاف ذلك من أن الإمام يعلم بما كان وما يكون وما هو كائن أما مراجع النجف مراجع كربلاء لا يعتقدون بهذا يعتقدون بالذي سطره المراجع من قبلهم في كتبهم ويعتقدون بهذه الكتب بكتب الضلال التي كتبها المفيد أيام ضلاله وبقية وبقية على حالها لم يصححها الرجل اهتدى بعد ذلك لكن مراجع اليوم يأخذون بهذه الكتب اللطيف أن كتاباً كتبه المفيد في زمان هدايته ينكرونه كتاب الاختصاص كتاب الاختصاص كتبه المفيد أيام هدايته ينكرونه ويقولون من أنه ليس للمفيد ويتمسكون بالكتب التي كتبها المفيد أيام كان معتزلياً أيام ضلاله كهذه الإجابات وكهذا الكتاب الذي قرأته عليكم قطعاً هو لا يقول من أنني معتزليون هو كان مرجعاً للشيعة لكنه في الواقع معتزليون ما هو من شيعة أهل البيت بعد ذلك رجع إلى أهل البيت وأما الجواب عن قوله إن الإمام يعلم ما يكون فإجماعنا أن الأمر على خلاف ما قال وما أجمعنا الشيعة على هذا القول وإنما إجماعهم ثابت على أن الإمام يعلم الحكم في كل ما يكون دون أن يكون عالماً بأعيان ما يحدث ويكون على التفصيل والتمييز يعني أنه يعلم الأمر بالإجمال وإنما وإنما إجماعهم إجماع الشيعة ثابت على أن الإمام يعلم الحكم في كل ما يكون دون أن يكون عالماً بأعيان ما يحدث ويكون على التفصيل والتمييز وهذا يسقط الأصل الذي بنى عليه الأسئلة بأجمعها فهذه أسئلته عن أمير المؤمنين وعن الحسين وعن الحسان ساقطة لا محل لها من الإعراب لأنه بناها على أصل أننا نجمع أننا الشيعة نجمع على أن الإمام يعلم ما يكون بينما الإجماع تبين عند مراجع الشيعة على العكس من ذلك وهذا يسقط الأصل الذي بنى عليه الأسئلة بأجمعها ولسنا نمنع أن يعلم الإمام أعيان ما يحدث ويكون بإعلام الله تعالى له ذلك فأما القول بأنه يعلم كل ما يكون فلسنا نطلقه ولا نصوب قائلة دققوا النظر هذا الكلام تطبيق لما قرأته عليكم قبل قليل في تصحيح الاعتقاد هذه أسئلة موجهة إليه في أيام مرجعيته فأما القول بأنه يعلم كل ما يكون فلسنا نطلقه ولا نصوب قائلة لدعواه فيه من غير حجة ولا بيان والقول بأن أمير المؤمنين كان يعلم قاتله والوقت الذي كان يقتل فيه فقد جاء الخبر متظاهرا أنه كان يعلم في الجملة أنه مقتول وجاء أيضا بأنه يعلم قاتله على التفصيل فأما علمه بوقت قتله فلم يأتي عليه أثر على التحصيل ولو جاء به أثر لم يلزم فيه ما يظنه المعترضون إذ كان لا يمتنع أن يتعبده الله تعالى بالصبر على الشهادة والاستسلام للقتل ليبلغه بذلك علو الدرجات ما لا يبلغه إلا به فالإمام درجاته ناقصة ولعلمه بأنه يطيعه في ذلك طاعة لو كلفها سواه لم يردها ولا يكون بذلك أمير المؤمنين ملقياً بيده إلى التهلك ولا معيناً على نفسه معونةً تستقبح في العقول وأما علم الحسين بأن أهل الكوفة خاذلوه فلسنا نقطع على ذلك يعني أن ابن عباس كان أعلم من الحسين حين قال له من أن القوم خاذلوك يعني أن ابن الزبير كان أعلم من الحسين حينما حدثه عن خذلان أهل الكوفة يعني أن الفرزدقة الشاعرة الذي التقى بسيد الشهداء في الطريق هذه الكلمة المشهورة التي تنسب إلى الفرزدق من أنه قال للحسيني قلوبهم معك وأسيافهم عليك كان أعلم من الحسين هؤلاء كانوا قاطعين بمعلوماتهم الحسين لم يكن عالماً بذلك وأما علم الحسيني بأن أهل الكوفة خاذلوه فلسنا نقطع على ذلك هذا أفضل المراجب إذ لا حجة عليه من عقل ولا سم ولو كان عالماً إذا افترضنا كان عالماً ولو كان عالماً بذلك لكان الجواب عنه ما قدمناه في الجواب عن علم أمير المؤمنين بوقت قتله ومعرفة قاتله كما ذكرناه بشكل إجمال وأما دعواه علينا أن نقول إن الحسين كان عالماً بموضع الماء قادراً عليه فلسنا نقول ذلك فلم يكن عالماً بموضع الماء ولا قادراً عليه فلسنا نقول ذلك ولا جاء به خبر على أن طلب الماء والإجتهاد في يقضي بخلاف ذلك طلب الماء من أنهم كانوا يخرجون لطلب الماء وجلبه من الفرات وربما دخلوا في معركة ونزال من أجل ذلك قبل عاشوراء وفي يوم عاشوراء أيضاً هذا هو الذي يشير إليه على أن طلب الماء والإجتهاد فيه يقضي بخلاف ذلك يعني أن الإمامة لم يكن عالماً بموضع الماء وليس قادراً على أن يحصل عليه يعني أن العباسة حينما خرج لطلب الماء هذا يدل على أن الحسينة لم يكن عالماً بموضع الماء تحت الأرض ولم يكن قادراً على أن يحفر بئراً على أن طلب الماء والإجتهاد فيه يقضي بخلاف ذلك ولو ثبت أنه كان عالماً بموضع الماء لم يمتنع في العقول أن يكون متعبداً بترك السعي في طلب الماء من حيث كان ممنوعاً منه حسب ما ذكرناه في أمير المؤمنين غير أن ظاهر الحال بخلاف ذلك على ما قدمناه من أن الإمامة لم يكن عالماً بموضع الماء ولا كان قادراً على أن يحفر بئراً ولذا فهم جدوا واشتهدوا في طلب الماء والكلام في علم الحسني بعاقبة موادعته معاوية بخلاف ما تقدم وقد جاء الخبر بعلمه بذلك وكان شاهد الحال له يقضي به يعني أن الإمام الحسن كان يعلم بأن معاوية سيغدر غير أنه دفع به عن تعجيل قتله وتسليم أصحابه له إلى معاوية إلى آخر كلامه فيقول من أن الإمام الحسن كان عالماً بأن معاوية سيغدر لكنه هادنه حتى يؤخر عملية قتل معاوية للإمام الحسن وكذلك قتل معاوية لأصحاب أمير المؤمنين ولأصحاب الإمام الحسن هذه عقيدة المفيد وأرجع علم الإمام الحسن إلى شاهد الحال من أن الوقائع على الأرض هي التي تحكي عن ذلك وقد جاء الخبر بعلمه بذلك وكان شاهد الحال له يقضي به هذه عقيدة المفيد في علم الأئمة إذا كانت هذه الأجوبة من المفيد تحت عنوان التقية تحت عنوان المدارات ومن أن الأسئلة هذه يثيرها النواصب على الشيعاء وهو يجيب على أسئلة النواصب لكنها في الحقيقة تطبيق عملي لما قاله في كتابه تصحيح الاعتقاد هذا تطبيق عملي هذه عقائد المفيد مراجع النجف هذه هي عقائدهم لا يعتقدون بأن الأئمة يعلمون علما كاملا سيقول قائل من الشيعة من أن أمير المؤمنين قال كذا وكذا حينما خرج من بيته إلى المسجد إلى مسجد الكوفة وحينما مر بعبد الرحمن ابن ملجم ابن ملجم ابن ملجم لعنة الله عليه قال ما قال له هذه الروايات ينكرها مراجع النجف وكربلا هذا الذي تسمعونه في قصة مقتل أمير المؤمنين هذا ينكرونه روايات ضعيفة هذه بحسب قواعد علم رجاله هم يعتقدون بهذه المعتقدات ألا تلاحظون أن المراجع حينما يحضرون في المجالس يتباكون ولا يبكون لأنهم لا يعتقدون بصحة الروايات التي نقلت ظلامة أهل البيت وما جرى عليهم من المصائب يتباكون أو أنه يغطي وجهه ورأسه بعباءته كي يخدع الشيعة الجالسين سرسرية وحق الحسين سرسرية أنا أعرفهم وجهه قفة أعرفهم هذه عقائدهم هذه عقائدهم عقائد عوام الشيعة أفضل من عقائدهم نذهب إلى فاصل هذا كتاب الإرشاد للشيخ المفيد هذه طبعة طبعة مؤسسة سعيد بن جبير وبالمناسبة المعروف في كتب التراجم من أن الشيخ المفيد هو من أحفادي سعيد بن جبير مؤسسة سعيد بن جبير الطبعة الأولى 1428 هجري قمري قم المقدسة هذا الكتاب يتمسك به مراجع الشيعة وينقلون عنه ويتركون كتاب الاختصاص هو للمفيد أيضا ينكرون كتاب الاختصاص لأنه يجتمل على العقائد الصحيحة ويتمسكون بكتاب الإرشاد لأنه مشحون بعقائد الضلال والأكاذيب والافتراءات على أهل البيت هذا هو الواقع صدقوني هذا هو الواقع الإرشاد كتاب للمفيد والاختصاص كتاب للمفيد كتاب الإرشاد كتبه أيام ضلاله وكتاب الإختصاص كتبه أيام هدايته مراجع مراجع النجف وكربل ينكرون كتاب الاختصاص الذي كتبه أيام هدايته ويتمسكون بكتاب الإرشاد الذي كتبه أيام ضلاله وسأضرب لكم أنثلة من ضلال المفيد في هذا الكتاب الكتاب موجود وأنا أقرأ من الكتاب نفسه أنا لا أتحدث في زاوية مظلمة أنا أتحدث عبر الأقمار الصناعية أو على عين خياتاجر وكتاب المفيد هذا موجود في المكتبات وفي الأسواق موجود على الشبكة العنكبوتية أنا لا أضيف حرفا ولا أنقص حرفا من الذي أقرأه والعيون تراقبني في آخر صفحة من الكتاب بحسب الطبعة هذه صفحة 544 يقول وليس بعد دولة القائم عليه السلام لأحد دولة يعني إذا انتهى عصر الإمام في مقطع ظهوره الشريف ليس هناك من دولة إذن أين الرجعة العظيمة أيها المفيد أما قرأت في كتاب الفقيه في كتاب أستاذك الصدوق هذه الرواية موجودة في كتاب الفقيه أستاذه أستاذ المفيد هذه الرواية موجودة في كتاب الفقيه فقيه من لا يحضره الفقيه للصدوق الذي هو أستاذ أهل مفيد من أنه ليس منا من لا يؤمن برجعتنا عن الإمام الصادق ليس منا ليس من أهل البيت من لا يؤمن برجعتنا وليس بعد دولة القائم لأحد دولة إلا ما جاءت به الرواية من قيام ولده إن شاء الله ذلك ولم ترد به على القطع والثبات وحتى هذا لم يرد على وجه القطع والثبات وأكثر الروايات أنه لن يمضي مهدي هذه الأمة إلا قبل القيامة بأربعين يوما مثل ما هو في كتب النواصب عقيدة النواصب هذه فأين الرجعة العظيمة ظهور الإمام مقدمة للرجعة العظيمة فأين الحسين الذي يتولى تجهيز القائم وأين رجعة الأئمة وأوبتهم وأين الدولة العلوية التي تصل إلى ما يقرب من خمسين ألف سنة ما يقرب من خمسين ألف سنة وأين الدولة العظمى الدولة المحمدية التي تتحقق فيها بعثة نبينا ونبوة نبينا ورسالة نبينا ومن أنه مرسل رحمة للعالمين تتحقق في الدولة العظمى التي يستمر زمانها إلى خمسين ألف سنة أين كل هذا من لم يعتقد بكل هذا الأئمة يقولون ليس منا ليس منا من لم يعتقد برجعتنا ليس منا بقال الإمام ليس من شيعتنا قال ليس منا إنه نفي قاطع بالمطلق هذه عقيدة المفيدة والهذا مهاجع النجف يتمسكون بهذا الكتاب لأنه كتاب ضلال وكتاب الاختصاص الذي يشتمل على المطالب الصحيحة ينكرونه ويضعفون الأحاديث التي تأتي فيه ويقولون ما هو للمفيد وينسبونه إلى شخص آخر وليس بعد دولة القائم من أقولكم يمشون أعواج وشغلهم كل بالمقلوب والحسين شغلهم كل بالمقلوب هذا هو واقع مراجع النجف من السيستاني إلى أصغر واحد من الأحياء والذين ماتوا بأجمعهم من الطوس إلى أن وصلوا إلى الخوء ومحمد باقر الصدر وإلى السيستاني ولذا فإن محمد باقر الصدر ينكر الرجعة محمد الصدر نفسه في موسوعة الإمام المهدي ينكر الرجعة وإنما يتأولها بأي شيء بدابة الأرض ينكرها اعتمادا على ما يتبناه أستاذه محمد باقر الصدر عودوا إلى موسوعة الإمام المهدي محمد الصدر ينكر الرجعة يرفضها الخوء كذلك لا يراها ضرورية لا يتحدث الخوء عن رجعة الأئمة وإنما يتحدث عن رجعة المؤمنين في زمن الظهور هذه لا علاقة لها بالرجعة التي تتحدث عنها الزيارات حينما نقرأ الزيارة الجامعة الكبيرة ويتكرر الحديث عن الرجعة بشكل واضح وصريح ثلاث مرات في الزيارة الجامعة الكبيرة ويتكرر بنحو الإشارة أكثر من ذلك في الزيارة الجامعة الكبيرة إنهم يتحدثون عن رجعتهم العظيمة في برامجي فرقت بين الرجعتين هناك الرجعة العجيبة وهناك الرجعة العظيمة الرجعة العجيبة في زمن الإمام أما الرجعة العظيمة فبعد الإمام والإمام أيضا سيكون راجعا له عصر آخر في مرحلة الرجعة أتحدث عن إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه الخوئ حينما يسألونه عن الرجعة يتحدث عن الرجعة العجيبة في زمن الإمام والتي لا تتحدث عنها الزيارات والأدعية هي جزء من برنامج الظهور ويقول ليس من الضروري أن يعتقد الشيعي بها حتى هذه لا يرى من الضرورة أن يعتقد الشيعي بها أما الرجعة العظيمة أساسا ينكرها جملة وتفصيلا لأنه ينكر أحاديثها ورواياتها وليس بعد دولة القائم لأحد دولة إلا ما جاءت به الرواية من قيام ولده إن شاء الله ذلك ولم ترد به على القطع والثبات حتى هذا الكلام ليس قطعيا وأكثر الروايات أنه لن يمضي مهدي هذه الأمة إلا قبل القيامة بأربعين يوما كما يقول النواصب يكون فيها الهرج وعلامات خروج الأموات وقيام الساعة للحساب والجزاء والله أعلم بما يكون وينتهي الكتاب ينتهي كتابه الإرشاد المعروف فهو هنا ينكر الرجعة العظيمة وفي الوقت نفسه يثبت ما يقول به النواصب من أن القيامة ستكون بعد انتهاء عصر إمام زماننا عند ظهوره الشريف في أوائل المقالات المقالات يعني العقائد يعني في أوائل الاعتقادات يعني في الاعتقادات الأصول هذا المراد أوائل المقالات المقالات الاعتقادات أوائل المقالات يعني أصول العقائد في الصفحة التاسعة والثمانين من هذه الطبعة التي أشرت إليها أوائل المقالات قدم له فضل الله الشهير بشيخ الإسلام الزنجاني في الصفحة التاسعة والثمانين تحت عنوان القول في الرجعة أقول إن الله تعالى يرد قوما من الأموات إلى الدنيا في صورهم التي كانوا عليها فيعز منهم فريقا ويذل فريقا ويدين المحقين يجعل الدولة لهم عليهم للمحقين على المبطلين ويدين المحقين من المبطلين والمظلومين منهم من الظالمين وذلك عند قيام مهدي آل محمد عليهم السلام وعليه السلام وأقول إن الراجعين إلى الدنيا فريقان أحدهما منعلت درجته في الإيمان وكثرت أعماله الصالحات وخرج من الدنيا على اجتناب الكبائر الموبقات فيريه الله عز وجل دولة الحق ويعزه بها ويعطيه من الدنيا ما كان يتمناه والآخر الذين محضوا الكفر كما تقول الروايات من بلغ الغاية في الفساد وانتهى في خلاف المحقين إلى أقصى الغايات وكثر ظلمه لأولياء الله واقترافه السيئات فينتصر الله تعالى لمن تعدى عليه قبل الممات ويشفي غيظهم منه بما يحله من النقمات ثم يصير الفريقان من بعد ذلك إلى الموت ومن بعده إلى النشور وما يستحقونه من دوام الثواب والعقاب وقد جاء القرآن بصحة ذلك وتظاهرت به الأخبار والإمامية بأجمعها عليه إلا شذاذ منهم تأول ما ورد فيه مما ذكرناه على وجه يخالف ما وصفنا إنه يتحدث عن الرجعة العجيبة هذا الذي تحدثت عنه الروايات العجب كل العجب من هنا اشتققت اسمها العجب كل العجب ما بين جمادى ورجب حينما يسألون الأئمة عن ذلك العجب يخبرونهم عن رجعة بعض المؤمنين ممن محضوا الإيمان وعن رجعة بعض الكافرين ممن محضوا الكفر وهذا في أجواء الظهور الشريف هذه الرجعة من جملة شؤونات الظهور الشريف لا علاقة لها بالرجعة العظيمة التي ذكرت في الأدعية والزيارات والروايات وجعلت شرطا في الإيمان جعلت شرطا في الإيمان ما هكذا نقرأ في زيارة آل ياسين التي وردتنا من الناحية المقدسة أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان إلى أن تقول الزيارة الشريفة تخاطب صاحب الأمر نخاطبه نظهر عقائدنا وأشهد أنك حجة الله بعد أن ذكرنا أسماءهم ثم نتوجه إليه وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر بعد أن تحدثنا عنهم ما هي أول عقيدة ذكرت وأن رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا وأن الموت حق وأن ناكرا ونكيرا حق إلى آخر معتقداتنا أول معتقد بعد اعتقادنا بأئمتنا ماذا جاء في زيارة آل ياسين وأن رجعتكم حق هذه رجعتهم بعد العصر القائمي الحديث عن رجعة بعض المؤمنين وبعض الكافرين زمن الظهور لا علاقة له بهذا الموضوع هذا شأن من شؤونات ظهور إمام زماننا وربما يتطرق إليه البداء فهو ليس من المحتوم الرجعة زمن الظهور ليس من المحتوم الرجعة بعد الظهور رجعة محمد وآل محمد هذه من الميعاد التي لا يحدث فيها البداء الرجعة العظيمة من الميعاد كظهور القائم وما ظهور القائم إلا مقدمة لها فالإمام راجع وعصره في الرجعة أعظم من عصر ظهوره الرجعة العجيبة ستكون ستتحقق لكن هل هي من الميعاد ليست من الميعاد يعني أنها تكون خاضعة لقانون البداء لم تذكر حتى في العلامات الحتمية لم تذكر ذكرت في العلامات غير الحتمية لأنها علامة من علامات الظهور تتحقق ما بين جماد ورجب إنه رجب العلامات إنه رجب الذي يظهر فيه السفياني فقبل ظهور السفياني تكون هذه العلامة وتكون في النجث الروايات هكذا عددتنا لكنها ليست من الميعاد ربما يتأخر وقتها إلى وقت قريب من ظهور الإمام هناك جزء من هذه الرجعة يكون عند الظهور الشريف لأن الإمام هو الذي يباشره هو الذي سيخرج بعضا ممن محض الإيمان من قبوره يشرف على هذا الأمر بنفسه صلوات الله عليه هذه الرجعة العجيبة هي من شؤون الظهور ليست من الميعاد قد لا تتحقق ولم تذكر في العلامات وفي الشؤون الحتمية من شؤون الغيبة والظهور هذه هي التي تحدث عنها المفيد هذه من شؤون الظهور الرجعة العقيدة تكون بعد الظهور هؤلاء لا يعرفون عقائده هؤلاء مراجعنا مشكلة كبيرة هذه هذه زيارة آل ياسين نخاطب الإمام صلوات الله عليه وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر أول عقيدة بعد هذا وأن رجعتكم الخطاب لمحمد وآل محمد للذين ذكرت أسماؤهم قائمة الأسماء ذكرتهم جميعا وأن رجعتكم إنها رجعة محمد وآل محمد وأن رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل بالرجعة من هنا قال إمامنا الصادق ليس منا من لم يؤمن برجعتنا وحق الزهراء البتول قرآنهم وحديثهم وزياراتهم متماسكة منتظمة الخراب كل الخراب والفساد كل الفساد جاءنا من هؤلاء الثولان من الذين يقولون كذبا وزورا من أنهم نواب لصاحب الزمان وهم لا يعرفون عقائد صاحب الزمان مشكلة كبيرة هذا هو المذهب الطوسي القذر وإلى الآن ما حدثتكم عن أنا أحدثكم عن أفضل مرجع عند الشيعة هذا حاله هذه عقائده هذه كتبه نذهب نذهب إلى فاصل أعود بكم إلى كتاب الإرشاد وإلى صفحة السبعين بعد المئتين باب هذا عنوانه ذكر أولاد أمير المؤمنين وعددهم وأسمائهم ومختصر من أخبارهم ذكر أولاد أمير المؤمنين وعددهم وأسمائهم ومختصر من أخبارهم يذكر أسمائهم إلى أن نصل إلى الصفحة الحادية والسبعين بعد المئتين وفي الشيعة انتبهوا للتعبير وفي الشيعة يعني أن المفيدة ليس من هذه المجموعة يعني هناك من الشيعة من يعتقد بهذه العقيدة بأية عقيدة وفي الشيعة وفي الشيعة من يذكر أن فاطمة صلوات الله عليها أسقطت بعد النبي ولدا ذكرا كان سماه رسول الله وهو حمل محسنا فعلى قول هذه الطائفة ليس على قول المفيد المفيد لا يعتقد بأن فاطمة قد أسقط جنينها ولا يعتقد بوجود جنين سماه رسول الله محسن محسن وهناك من يقرأه محسن والمشهور هو المحسن وفي الشيعة من يذكر أن فاطمة صلوات الله عليها أسقطت بعد النبي ولدا ذكرا كان سماه رسول الله وهو حمل محسنا فعلى قول هذه الطائفة وليس على قول المفيد أولاد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ثمانية وعشرون ولدا والله أعلى المفيد بصريح العبارة ينكر وجود المحسن وينكر عملية إسقاطه وبالتالي فإن كل الذي جرى سيكون منكرا له وبهذا احتج محمد عسين فضل الله وأمثاله محمد عسين فضل الله حينما أنكر ظلامة الزهراء وغيره أيضا احتجوا بهذا الصرخ وأمثاله احتجوا بهذا حينما ينكرون ظلامة فاطمة احتجوا بهذا لأن المفيد هو مرجع الطائفة وهو زعيمها وشيقها وهو ينكر ظلامة فاطمة قلت لكم هذا الكتاب مشحون بالضلالات لا يعني أنه يخلو من قول الحق فيه الكثير من كلام أهل البيت وفيه الكثير من الحقائق كتاب نافع مفيد لكنه مشحون بالأكاذيب والأضاليل والإفتراءات على العترة الطاهرة مراجع النجف وكربلاء يتمسكون به ولا يشيرون إلى أضاليله لأنهم يؤمنون بها وينكرون كتاب الاختصاص الذي هو أفضل من الإرشاد تريليون مرة لما فيه من المعتقدات الصحيحة قطعا ليس هناك من كتاب كامل أنا لا أتحدث عن كتاب كامل وإنما أجري مقارنة بين الكتابين هذه قضية يتحدث عنها المفيد ليس كما يريد البعض أن يرقع للمفيد من أنها شطحة قلام القضية ما هي بشطحة قلام هذا مبنى يتبناه أقرأ عليكم من كتابه تصحيح الاعتقاد ما هو دليلنا على ظلامة فاطمة إذا كنا نتحدث عن الوثائق المطبوعة والمكتوبة إنه كتاب سليم بن قيس الذي ينكره الخوئي ومحمد باقر الصادر والسيستاني وينكره بقية المراجع المفيد أيضا ينكره في الصفحة السابعة والأربعين بعد المائتين ماذا يقول المفيد وأما ما تعلق به أبو جعفر رحمه الله يعني الصدوق محمد ابن علي ابن بابويه القمي الملقب بالصدوق وهو أستاذه أستاذ المفيد وأما ما تعلق به أبو جعفر رحمه الله من حديث سليم ما ذكره من حديث مروي عن سليم بن قيس في كتابه الاعتقادات من حديث سليم الذي رجع فيه إلى الكتاب المضاف إليه إلى كتاب سليم بن قيس لماذا فرق بين سليم والكتاب لأنهم يوثقون سليم ويضعفون كتابه بحسب الطريقة الشيطانية التي تعلموها من النواصب يأتون إلى صاحب الكتاب يمدحونه يمسكون بكتابه يمزقونه هذا هو ديدن مراجع النجث وكربل حينما تسمعهم يمدحون سليم تقول ما شاء الله سوف يمدحون كتابه يمدحون سليم بأفضل عبائر المديح ثم ينزلون على كتابه الطريقة هي وأما ما تعلق به أبو جعفر رحمه الله من حديث سليم هذه الكلاوات ما تعبر عليها هذه الكلاوات أو طيحت الحاط أنا شبعان منها إلى حد القرف إلى حد التقيق ذول ذول الإكلاوشية البنجيف الكل واحد حاط له قندرها الكبرى على رأسه إكلاواتهم كلها أعرفها من أولها إلى آخرها من حديث سليم الذي رجع فيه إلى الكتاب المضاف إلي إلى كتاب سليم برواية أبان بن أبي عياش فالمعنى فيه صحيح إذن شنو ضارك إذن المعنى صحيح فالمعنى فيه صحيح غير أن هذا الكتاب غير موثوق به ولا يجوز العمل على أكثره وقد حصل فيه تخليط والله يا أيها الشيخ المفيد أنت المخلط أنت المخلط هذا حديث تخليط حديثك حديث تخليط وتخليط حينما أستعمل عبارات خرط وتخريط ها هو المفيد يستعملها ويستعملها في حديث أهل البيت من أقول هذا حديث خريطي هو هذا التخليط أنا أقول على العلماء أنا السرابي الذول أما المفيد يقوله عن حديث أهل البيت فكتاب سليم ما فيه آراء سليم ولا فيه آراء أبان بن أبي عياش كتاب سليم فيه حديث رسول الله وحديث أمير المؤمنين هذا هو الموجود في كتاب سليم ولا يوجد شيء آخر غير أن هذا الكتاب غير موثوق به ولا يجوز العمل على أكثره وقد حصل فيه تخليط وتدليس فينبغي للمتدين ماذا ينبغي له؟ أن يجتنب العمل بكل ما فيه ولا يعول على جملته ما هو أهم موضوع فيه؟ سقيفة بني ساعدة نقض بيعة الغدير محاولة قتل فاطمة وقد قتلوها تعذيباً قتلوها تعذيباً أرادوا أن يقتلوها بالسيف أرادوا أن يحرقوها بالنار ما استطاعوا فقتلوها بالرفس والضرب والتعذيب وأسقطوا جنينها هذا هو الذي جرى على فاطمة هذا كله مذكور في كتاب سليم وما عندنا من كتاب آخر تذكر فيه هذه الوقاع ذكرت في دلائل الإمامة إجمالاً التفصيل في كتاب سليم يجمعون على إنكاره أكه دودة أكه دودة دودة هذه دودته السقيفة وذلعتهم دوتين دودة سقيفة بني ساعدة ودودة سقيفة بني طوسي فينبغي للمتدين أن يجتنب العمل بكل ما فيه ولا يعول على جملته والتقليد لروايته وليفزع إلى العلماء حتى يطيحون حظة هي هذا المراد وليفزع إلى العلماء فيما تضمنه من الأحاديث فيوقفوه على الصحيح منها والفاسد والله الموفق للصواب هو هذا صواب لو طاحت حظ يا أيها المفيد رضوان الله تعالى عليك بعد أن اهتديت وإلا هذه الخرابيط أينها ستضعها تراجع عن أقواله هذه هناك قرائن سأشير إليها لا أدري هل يكفي الوقت أو أنني سأترك بقية الحديث إلى حلقة يوم غد ماذا يقول النعماني وهذا العالم الجليل صدقوني من نسبة لي حين أجري مقارنة بين المفيد والنعماني النعماني فإنني لا أدري كيف أعبر عن الفارق الكبير بين عظمة وجلالة النعماني وما وصل إلينا الكثير من نتاجه وصل إلينا الكافي الكافي من نتاجه كان مشاركا للكليني في الكافي لكن الرأس في الكافي هو الكوليني وصل إلينا من النعماني كتاب الغيب وهو من أعظم الكتب في بابها لا أريد أن أحدثكم عن النعماني النعماني لا وجه للمقايسة فيما بينه وبين المفيد هذا هو الذي تركه العراقيون الشيعة وراحوا وراء العماني ووراء الإسكافي الغاطسين في قذارات النواصب وأهمل هذا العالم العظيم وخرج من العراق فارا من هذا المجتمع القبيح ماذا يقول النعماني عن كتاب سليم بن قايس وهو الأكثر خبرة بحديث أهل البيت الأكثر خبرة المفيد ليس على دراية واسعة بحديث أهل البيت الدليل إنكاره للرجعة واعتقاده بما يعتقد به النواصب من أن القيامة ستأتي بنحو مباشر بعد انتهاء عصر عصر إمامنا في ظهوره الشريف إلى قائمة طويلة من الكلام إلى إنكاره لكتاب سليم بن قايس النعماني النعماني توفي سنة 360 للهجرة المفيد توفي سنة 413 للهجرة النعماني أقرب إلى زمان الأئمة وكان من علماء الغيبة الأولى بالمناسبة العماني أيضاً من علماء الغيبة الأولى وابن الجنيد الإسكافي من علماء الغيبة الأولى ولكنهم ذهبوا في اتجاهات بعيدة عن آل محمد أعود إلى النعماني ماذا يقول في الصفحة الثالثة بعد المئة من كتابه الغيبة الطبعة طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قم المقدسة هكذا يقول النعماني رضوان الله تعالى عليه وليس بين جميع الشيعة ممن حمل العلم حمل العلم عن آل محمد ولا تحدثوا عن الذين أخذوا العلم من العيون الكدرة من سقيفة بني ساعدة وليس بين جميع الشيعة ممن حمل العلم ورواه عن الأئمة عليهم السلام خلاف في أن كتاب سليم بن قيس الهلالي أصل من أكبر كتب الأصول التي رواها أهل العلم ومن حملة حديث أهل البيت وأقدمها لأن جميعا ما اجتمل عليه هذا الأصل إنما هو عن رسول الله وأمير المؤمنين والمقداد وسلمان الفارسي وأبي ذار ومن جرى مجراهم ممن شهد رسول الله وأمير المؤمنين وسمع منهما وهو من الأصول التي ترجع الشيعة إليها ويعول عليها بالضبط بعكس ما قاله المفيد يقول يقول فينبغي للمتدين أن يجتنب العمل بكل ما فيه ولا يعول على جملته وهو من الأصول التي ترجع الشيعة إليها ويعول عليها هذا منطق علماء أهل البيت وهذا المنطق الإخرطي ولذا حاول المفيد في كتابه الاختصاص منذ البداية أن يعود راجعا إلى حديث أهل البيت أقرأوا الكتاب سأقرأ عليكم شيئا من إنه يحاول أن يصحح ضلاله في هذه الكتب ولذا فإنه مع زعامته الواسعة تراجع حينما علم أن الهدى ليس في الذي كان عليه تراجع ولذا تواصل معه صاحب الأمر يبدو أنني أحتاج إلى حلقة كي أحدثكم عن تراجع المفيد الكلام كثير وماذا أصنع للوقت يبدو أنني بحاجة إلى حلقة كي أحدثكم مثل ما أحدثكم عن ضلاله لا بد أن أحدثكم عن هدايته موقف عظيم من المفيد في عز زعامته تراجع عن آرائه لكن الضلالة من علماء الشيعة من أمثال المرتضى وأمثال الطوسي غطوا على ذلك هؤلاء هم الذين خاطبهم صاحب الأمر في الرسالة الأولى مذ جنح كثير منكم الطوسي كان موجودا مع المفيد والمرتضى كان موجودا وطائفة طويلة من هذه الأسماء لكنني أشير إلى هذين الإسمين لأن الزعامة ارتبطت بهما مثلما أتحدث عن السيستاني دائما ولا أتحدث عن الآخرين يقولون من أنني مدفوع لأن الزعامة ارتبطت به مثلما تركت الحديث عن بقية المراجع في الفترة ما بين 329 إلى 390 لأن الزعامة لم تكن منفردة له هناك العديد من الأسماء لذا أعرضت عنها حينما أعرض عن أسماء المراجع الأحياء وأتحدث عن السيستاني هو هذا مقصدي أنا لا أستطيع أن أتحدث عن الجميع أين هو الوقت فلابد أن أركز القول على القوي منهم على المؤثر في دائرة أوسع فحينما أتحدث عن المرتضى والطوس لأن زعامة كانت لهما بعد المفيد وإلا فإن الإمامة تحدث عن الأكثر مذجنح كثير منكم هكذا قال لهم ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة هذا هو الذي كان عليه السلف الصالح النعماني وما يقوله عن كتاب سلين هؤلاء هم السلف الصالح مذجنح كثير منكم بما فيهم المفيد أيام ضلاله الرسالة تشير إلى حال المفيد أيضا في وقت ضلاله مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هؤلاء هم السلف الصالح هكذا يقول ابن أبي زينب النعماني رضوان الله تعالى عليه عن كتاب سليم وليس بين جميع الشيعة ممن حمل العلم ورواه عن الأئمة خلاف في أن كتاب سليم بن قيس الهلالي أصل من أكبر كتب الأصول التي رواها أهل العلم ومن حملة حديث أهل البيت وأقدمها إما ومن حملة حديث أهل البيت أو ومن جملة حديث أهل البيت وأقدمها لأن جميع ما اجتمل عليه هذا الأصل إنما هو عن رسول الله وأمير المؤمنين والمقدادي وسلمان الفارسي وأبي ذر ومن جرى مجراهم ممن شهد رسول الله وأمير المؤمنين وسمع منهما وهو من الأصول التي ترجع الشيعة إليها ويعول عليها هذا هو منطق السلف الصالح مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هذا الكلام ينطبق على المفيد أيام ضلاله وإلى ماذا تقولون عن مثل هذه المعتقدات ماذا تقولون عن كلام الضلال هذا في كتب المفيد لا تقف الحكاية عند هذا الحد المفيد الذي يشكل على كتاب سليم بن قيس وهو كتاب صحيح صحيح بكله قد يكون فيه تصحيف تعريف هنا وهناك هذا موجود في كل الكتب لكن الكتاب صحيح بكله صناعة بشرية يكون فيها الخلل ويكون فيها الخطل لكنه أصل من أصولنا الكبيرة مثل ما يقول شيخنا النعماني رضوان الله تعالى عليه هالمفيد يشكل على كتاب سليم بن قيس ويروي لنا في كتاب الإرشاد عن حميد بن مسلم حميد بن مسلم من قتلة الحسين هذا هو المفيد صفحة 351 يروي لنا عن حميد بن مسلم وماذا يروي لنا ويا ليته ما روى ماذا يروي لنا ويا ليته ما روى يروي لنا أن الإمام السجاد كان مصابا بالإسهال الشديد هذا الذي يردده الوائلي ويردده سائر الخطباء من هؤلاء البهائم على المنابر من أن الإمام السجاد كان مصابا بالذرب الذرب هو الإسهال الشديد جدا هذه الرواية مأخوذة من المفيد المصدر الأصل فيها كتاب الإرشاد المفيد نقلها عن حميد بن مسلم قرت عينك المفيد كتاب سليم بن قيس الذي يقول عنه أئمتنا من أنه أبجد الشيعة ومن لم يكن في بيته كتاب سليم والله كتاب سليم ليس في بيتي كتاب سليم في عقلي وفي قلبي أنا أحمله في عقلي وقلبي منذ أربعين سنة ووعدتكم أن أحدثكم عن الكتابين الخطيرين الذين أنكرتهما حوزة الطوسي ألا لعنة الله عليها كتاب سليم وتفسير إمامنا العسكري برنامج الخاتمة لم تنتهي حلقاته سأعود إليه سأعود إليكم ببحث خطير هو أخطر من بحث المذهب الطوسي إنه بحث تأريخ حديث أهل البيت وأريكم ماذا فعل الطوسيون بحديث أهل البيت بالوثائق وبالحقائق فهؤلاء البهائن من خطباء المرجعية في العراق وفي لبنان وفي الخليج وهم يرددون أن الإمام السهجاد كان مصاباً بالإسهال الشديد هذا أخذوه من المفيد من قرة عينك المفيد صفحة 352 من كتاب الإرشاد ينقل لنا عن حميد بن مسلم عن قتلة الحسين يقول وأقام من عمر بن سعد لعنة الله عليه بقية يومه واليوم الثاني إلى زوال الشمس ثم نادى في الناس في الرحيل وتوجه إلى الكوفة ومعه بنات الحسين وأخواته ومن كان معه من النساء والصبيان وعلي بن الحسين فيهم وهو مريض بالذرب وقد أشفى أشفى على الهلاك وقد أشفى يعني حالته تخبر أنه قريب من الموت وهو مريض بالذرب الذرب الذرب الإسهال الشديد إسهال مائي أي شيء يدخل في جوف الإنسان حتى لو كان ماء خاليا يخرج من بطنه هذا هو الذرب الإمام الإمام لم يكن مصابا بالذرب الإمام كان مصابا بالحمى كانت درجة حرارته مرتفعة هذا هو مرض الإمام السجاد لم يكن مصابا بالذرب وحتى هذا التعبير الذي ورد في الروايات من أنه كان مبطونا أحد معاني المبطون أنه مصاب بالإسهال المبطون مصاب بمرض في بطنه كم هو عدد الأمراض التي تسمى بالأمراض الباطنية كم هو عدد أمراض الجهاز الهضمي سلوا الأطباء عدد الأمراض يعد بالآلاف وليس بالمئات الأمراض وتفاريعها كان الإمام مريضا بالحمى وبسبب الحمى الشديدة كان يعاني من أوجاع في بدنه في جسمه في بطنه الإمام لم يكن مصابا بالإسهال هذا هو الذي يردده مراجع النجف والوائل يضيف كذبا من عنده يكذب على الإمام الباخر يقول من أن الإمام الباخر هكذا يقول كنت أرى الغلمان يحملون الماء لتنظيف الإمام السجاد لتنظيفه من غائطه وحق الحسين لا توجد رواية بهذا وإنما جمع من هنا ومن هناك وأضاف كذبا من عنده والآصل هو المفيد المفيد هو الذي قال عن الإمام السجاد من أنه مريض بالذرب وهو الإسهال الشديد حينما أقول لكم هذا الكتاب مليء بالإفتراءات على الأئمة هذا إفتراء على الأئمة إمامنا السجاد يعني حينما كان على الناقة كان الغائط يخرج من عنده وبدنه كان ملطخا بالغائط أي منطق هذا هذا هو منطق المفيد في كتابه الإرشاد من أمة هذا الكتاب هو هذا كتاب الإرشاد الذي يدافع عنه مراجع النجف ويشككونه في كتاب الإختصاص الكتاب الصحيح دينهم كل غلاط كل بالمغلوب وإن ماكو شغل عوجة يرحون وراها والشغلة الصحيحة ينكرونها صدقوني هذا هو المذهب الطوسي المذهب الطوسي شكوا شغلة صحيحة ينكرها أو شكوا شغلة غلاط يتمسك بيها ويكفر اللي ينكرها ولهذا يكفرونني يكفرونني لأنني أرفض ضلالهم وانحرافهم عن أهل البيت وأدعو الشيعة إلى التمسك بالعقائد الصحيحة هذا هو الفارق بين دعوتي ومبدأي وفكري قناة القمر وبين دعوتي وفكري ومبدأي حوزة النجاف وتحديداً أخصص مرجعية السيستاني لأن زعامة لها لا لأمر شخصي بخصوصه فبقية المراجع كحالي السيستاني لا يختلفون عن أبداً على الضلال نفسه وعلى البترية نفسها وعلى المرجئية نفسها وعلى الطوسية نفسها وقت الحلقة صار طويلاً أكتفي بهذه التي قرأتها بقي عندي شيء آخر أؤجله إلى يوم غد كي أحدثكم عن هدى الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه فمثلما قدحت في ضلاله يجب علي أن أمدح هدى رضوان الله تعالى على الشيخ المفيد وسلام على كل العلماء المخلصين وسلام على كل رواة حديث أهل البيت الذين واجهوا ما واجهوا سلام من هذه القناة ومن هذا الاستوديو سلام من قلبي راوية حديث هكذا يدعي إلى النعماني إلى ابن أبي زينب النعماني وإلى الكليني وإلى المفضل ابن عمار وإلى جابر ابن يزيد الجعفي وإلى 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 سلمان المحمدي صلوات على سلمان المحمدي نلتقي غدا إن شاء الله أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله أسأل وإلى كليس ترجمة نانسي قنقر